أهلا بحضراتكم مين جديد طبعا عندي مجموعة من الأخبار الأهلي النهاردة يمكن الفريق والجهاز الفني والعيبة أجرى مسحة طبية صباح اليوم وأيضا كمان كان فيه تطعمات كل ده استعدادا للصفر إلى تنزانيا الفريق إن شاء الله هيسافر يوم الجمعة الساعة ستة المغرب لأنه خلاص فيه رحلة خاصة وطيارة خاصة الفريق هيستقل لها يوم الجمعة عشان يصل مساء نفس اليوم بعد رحلة الطيران حوالي خمس ساعات عشان يبدأ الاستعداد لمباراة سنبا التنزاني بدءا من يوم السبت تتمرن سبت وحد واثنين وعندك مباراة سنبا يوم الثلاثة الساعة ثلاثة بتوقيت القهرة قدامكم على شاشة دي لقطات حصرية لإجراء المسحة الطبية هذه المسحة الطبية هتكون الرسمية استعدادا للصفر إلى تنزانيا لمواجهة سنبا إن شاء الله النهاردة كان فيه راحة من التدريب لكن طبعا كان فيه إجراءات متعلقة بالمسحة الطبية وإجراءات التطعيم عشان السفر إلى سنبا لمواجهته طبعا في دوري أبطال إفريقيا طيب الخبر الثاني اللي معايا وهو اتحاد القرى بيعتذر عن عدم استضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز بسبب عدم موأمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهن أنا ما يفعش هنا بقرأ خبر زي ده أقف عندي فكرة إن استضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز فقط لازم أكمل بقى البيان عشان ناس تبعى عرفة ليه حصل تعديلات في هذا الأمر الموعد الجديد للاتحاد الإفريقي أخطر باتحاد القرى صباح اليوم النهاردة قال له المباراة بدل ما كان ستقام يوم 19 فبراير قال له الموعد الجديد يوم 28 فبراير كان من المفترض أن الاتحاد الإفريقي لو بيتناقش مع الوداد وكايزر تشيفز وبتناقش أيضا كمان مع الاتحاد المصري لكرة القدم اللي أبدأ استعداده في البداية ونصديف المباراة كان يتطفق على الموعد خاصة بعد تعديل الموعد الأول لأنه غير مناسب للفريق الجنوب إفريقي قايزر تشيفز لكن موعد 28 فبراير هيكون متزامن مع مباراة النادي الأهلي مع طلاق الجيش على استاد السلام هذا الملعب اللي كانت هيصديف أيضا مباراة الوداد وكايزر تشيفز في دوري أبطال إفريغيا فإذا ملعب الأهلي والسلام هيكون أصلا في نفس اليوم في الموعد الجديد يوم 28 فبراير هيكون بيصديف مباراة الأهلي والجيش في الدور العام فبالتالي لما تيجي تحدد معاك اتحاد إفريقي لازم تتفق الأول مع الدولة اللي رحبت باستضافة المباراة هل الموعد الجديد يناسبها ولا لا؟ هل الملعب عايقون فاضي في هذا اليوم لصديفة المباراة ولا لا؟ فبالتالي اتحاد القرى اعتذر النهاردة للكاف لأن التغيرات اللي بتتم دون تنصيق مع الاتحاد المصري لقرأة القدم وبالتالي الموعد الجديد مش هيكون مناسب للاتحاد المصري فبالتالي تم الاعتذار عن استضافة المباراة الوداد لما بيطلب الاتحاد الافريقي بيوافق دون التنسيق مع قائزة ريتشيفز قائزة ريتشيفز لما بيعترض الاتحاد الافريقي بيقرر دون التنسيق مع البلد اللي هتستطيع في المباراة ومع نادي الوداد إذن هنا الأزمة كلها عند الجهة المنظمة اللي هي في البداية مرحتش للليحة ولما خدت موعيد وقررت موعيد قررت دون الرجوع للأطراف المعنية وبالتالي أصبح الموعد الجديد 28 فبراير غير مناسب لأن في نفس الموعد وفي نفس اليوم وفي نفس الملعب هناك مباراة للنات الأهلي أمام طلع الجيش في الدوري العام